قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن الولايات المتحدة توجه ظروفا صعبة خاصة في ظل الانتخابات المقبلة وكذا عبداللهيان في مقابلة مع الميادين تعرض مساء اليوم أن سلوك واشنطن تجاه الحرب على غزة خاطئ وخبيث ويعطي الضوء الأخضر لكيان الاحتلال لاستمرار في جرائمه بحق أهالي غزة الولايات المتحدة تقفوا إلى جانب إسرائيل في الحرب والإبادة الجماعية الأمريكيون يواجهون ظروفا خاصة في ظل الانتخابات المقبلة وحاجتهم إلى دعم اللوب الصهيوني نعرف أنهم لا يتحلون حتى الآن بالإرادة اللازمة لوقف الحرب لكنهم في الوقت نفسه يواجهون رسائل ويدلون بتصريحات تعبر عن عدم رغبتهم في توسيع نطاق الحرب إنهم يدركون خطورة توسيع نطاقها جيدا لكن ومن جانب آخر هم يمثلون جزءا من عملية توسيع نطاق الحرب عبر عدوانهم المشترك مع بريطانيا على اليمن وذلك بعد وقوفهم إلى جانب إسرائيل الأمريكيون يتحدثون عن تخفيف حدة الحرب لا عن وقفها وهذا باعتقاد خطأ وسلوك خبيث يتمثل في إعطاء الضوء الأخضر لنتانياهو وأكد عبداللهيان في مقابلته مع الميادين أن المقاومة في لبنان وفلسطين في أفضل حالتها رغم كل الصعوبات مشيرا إلى أن المخططة الإسرائيلية لتهجير أهالي غزة إلى سيناء لن يترجم على أرض الواقع قبل نحو أسبوعين من الآن كنت في المنطقة والتقيت قادة المقاومة والقادة الفلسطينيين أولا ووفقا للتقارير التي قدموها المقاومة في أفضل حالاتها من ناحية المعنوية ورغم كل التحديات والصعوبات إنهم في أفضل وضع سواء المقاومة الفلسطينية أم اللبنانية كذلك أكد لنا أنهم يملكون الإمكانات والقدرات المادية والبشرية اللازمة لمواصلة الصمود في حرب أطول مما رأيناها حتى الآن ثانيا معنويات سكان غزة والضفة الغربية فعلا تستحق الثناء صحيح أنهم تنقلوا داخل غزة إلى حد ما لكن وفق معلوماتنا الدقيقة فإن أكثر من ستمائة ألف فلسطيني لا يزالون في شمال غزة في تلك الظروف الصعبة وفي تلك المناطق المنكوبة والمدمرة ولم يخرجوا منها أيضا في رفح سنرى أن المخططات الإسرائيلية لن تترجم على أرض الواقع ولن تكون قادرة على توجيه الناس إلى سيناء المصرية وتهجيرهم قصرا اشتركوا في القناة